السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات للآخر للبينات اللي ما اشتركش في القناة فاطلا يشترك ويفعل زر الجراز عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها لفترة الجاية إن شاء الله هنا في قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة وعلوم التخاطر بل بنفسر أفكارنا ومشاعرنا من خلال علوم الطاقة موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن كيف هنكتشف من يفكر بك في السر من منظور علوم الطاقة أنا هنا بفسر في القناة من منظور علوم الطاقة علوم الطاقة هي الأساس هي الأساس في أي حاجة عشان تحكمي على أي شيء في الكون الطاقة هي اللي بتحكم لأن الطاقة هي اللي بتتحكم في مصار حياتنا كله لو طبعت قناتي وطبعت الحلقات صدقوني مجرى حياتكو هيتغير تماما تماما فتابعوا القناة وفعلوا في زر الجرز عشان يوصلكم الحلقات أول بأول هدفي من القناة هو هدف واحد فقط شحنكم بالطاقة الإيجابية وتغيير تردداتكم وطاقتكم إلى الأفضل أنا معكم على طول ما تقلقواش وأي استفسار تابعوا معايا هسيب لكم الرقم في صندوق الوصف أنتم الأفضل وتستحقون الأفضل دائما وأنا معاكم على طول لاي استفسار نرجع لموضوع حلقاتنا إزاي نكتشف إن شخص ما يفكر فينا في السر إزاي تكتشف دا؟ بكل سهولة وبكل يسر طاقتك اللي بتبين لك الطاقة بتاعتك اللي بتشعور بيها تجاه هذا الشخص هي اللي بتبين لك هل هذا الشخص فعلا يحبك أم هذا الشخص يتلعب بك هل هذا الشخص أنت متعلقة بيه ولا هل هذا الشخص بيحبك بتعرف منين؟ من علامات معينة أنت بتحس بيها وبتشعور بيها والعلامة الأكيدة اللي بتأكد لنا على طول أن هذا الشخص هو اللي بيحبك وبيفكر فيك أن هذا الشخص أنت كنت بتشوفيه في الواقع كان ما بيمثلش لك أي شيء وما كانش بيشدك ليه أي شيء ولا بيجذبك في تصرفاته أي شيء وفجأة مرة واحدة تلاقيه استولى على تفكيرك استولى على أفكارك ما انتش قادرة تفكري في حد في الحياة وكل حياتك متمثلة في هذا الشخص فكري فيه 24 ساعة أنا أؤمن جدا جدا بالارتباط الروحي وبأن نغزة القلب المفاجئة وإحساسك المفاجئ وإحساسك بالشق والحنين تجاه هذا الشخص المعين تحديدا دون غيره هو أقوى دليل تكتشفي به من الذي يحبك ومهتم بك وأنه حتما حصل شيء خلاك تحسي بهذا الشعور المفاجئ تجاه هذا الشخص وتأكدي أنه يبادلك نفس الإحساس ونفس الشعور وأن الأرواح تتخاطر وتتخاطب رغم وجود المسافات طالما شعرتي بهذا الشعور تجاه هذا الشخص وهو كان لا يمثل لك شيء كنت بتشوفيه عادي وفجأة مرة واحدة استولى على دايرة أفكارك وحس بشوق وحنين إلى هذا الشخص تأكدي أن الشخص ده بيفكر فيك وتتأكدي إمتى أقوى دليل أقوى من كده أن أنت بدأت تتفكر فيه بشكل مستمر وفجأة انقطع هذا التفكير وبقى بالنسبة لك شخص عادي ورجع مرة تانية هذا التفكير تأكدي في هذه اللحظة أن هذا الشخص هو اللي يفكر فيك ويبادلك نفس الشعور أنا أؤمن جدا أن حالة الحب وحالة الاشتياق هذه بتخلق حالة خاصة من الانتقال والاتصال الطاقي ما بينكم بيبقى فيه تواصل طاقي هشبه حالكم مثلا المسنجرة ما تشوفي شخص الدايرة بتبقى خضرة كده هو متصل وانت الدايرة خضرة ومتصلة فيه اتصال فيه اتصال ما بينكم الأحبال الطاقية فيها اتصال الدايرة شغالة يبقى الحب يخلق حالة خاصة من الاتصال الطاقي بتخليك تحسي وتعرفي من شعورك وإحساسك وطاقتك الشخص ده بيحبك ولا لا؟ الشخص ده بيفكر فيك ولا لا؟ يبقى الطاقة طاقتك هي اللي بتبين لك طاقتك هي السر اللي هيبين لك انت محتاجة فقط بضع سمات لازم تكون عندك كمان علشان يبقى تحديدك لهذا الشخص عندك يبقى التركيز بتاعك طاقتك تبقى قوية تبقى في هدوء نفسي روحك صافية وشفافة عند الجلق بصري وصفاء ذهني الحاجات دي برضو عوامل مساعدة ان انت تعرفي بيها من الشخص اللي بيحبك عايزيك وتعرفه كويس ان انت عندما تفكر في شخص ما تكون قد اتصلت عليه أو بمعنى صح اتصلت بالطاقة الخاصة به واذا اتصلت بطاقته يؤثر فيك ما هو عليه في نفس الوقت وتحس بطاقته سواء ايجابية او سلبية فقدت فكر في شخص ما وتحس بسعادة وطاقة ايجابية شديد اعرف وقتها وعرفي وقتها ان هذا الشخص طاقته ايجابية واذا فكرت بشخصه وانقبض صدرك وشعرت بالقلق والضيق فاعلم ان هذا الشخص على غير ما يرام وطاقته سلبية لذلك انصحكم اجعل اتصالك دائما بالاشخاص اللذين يتمتعون بطاقة ايجابية بفكر وروح ايجابية لان ذلك سيؤثر عليك بنفس المستوى الطاقي الطاقات بتأثر في بعضها الطاقات بتبقى متبادلة وبتأثر في بعضها سواء ايجابية او سلبية ما نفكرش في اشخاص بيسببولنك زعل وبيسببولنك تعاسى نفكر في اشخاص ايجابية بيسببولنك سعادة ولبنشعر لما نفتكرهم بالسعادة والاطمئنان والراح يبقى لكي تكتشف من يفكر بك حكمي تقطق هتعرفي على طول حكمي تقطق هتعرفي عايز انصحكم نصيحة لوجه الله انت المسؤول وانت المسؤولة عن جذب كل شيء لحياتك عن جذب ما تشاء من الاجدر اليك طب ازاي هفهمكم ببساطة شديد في ناس بتحصلهم كوارث ومصايب لقدر الله سواء جسدية او مادية وفي ناس او نفسية وفي ناس بيعيشوا في سلام تلاقهم كده عايشين في سلام ودوء وحياتهم منتها السعادة وفي ناس بتفشل في تحقيق احلامها وفي ناس تانية تلاقهم نجحين في حياتهم في ناس تلاقاها سعيدة في حياتها وفي ناس تلاقاها شقية في حياتها اين انت اين انت من اللي بيحدد انت مع انا واحد فيه في حديث كدسي بيقول انا يقول الله في انا عند ظن عبدي به وهنا لم يقل ربنا جل في علاه انا عند حسن ظن عبدي به لا قال انا عند ظن عبدي به ما الفرق بينه انا عند ظن عبدي به وانا عند حسن ظن عبدي به يعني ذلك انه عندما تتوقع ان حياتك ستصبح سعيدة وستنجح فانها فعلا ستصبح سعيدة وستنجح وستسمع اخبارا سعيدة فان الله يعطيك اياها وعلى نياتكم ترزقون هذا من حسن ظنك بالله ظنة خير جالك الخير ظنة سوق هيجي لك السوق سوق ظنك بالله هيجلب لحياتك السوق عليهم دائرة السوق من سوق ظنهم بالله عليهم دائرة السوق لو كان الشخص موسوس ودايما بيفكر انه تحصل له مصيبة تأكد انه يحصل له مصيب تأكد ويكون على يقين ستحصل هذه المصيب وهيعيش في تعاسة وفي نكد وفي قرف